جنوب لبنان جويس الحشخوري جويس يبدو على الشاشة أن هناك قصف الآن على مناطق في جنوب لبنان هل لديك معلومات الآن عن هذه المناطق بالذي يجري الآن تحديدا هناك جويس صحيح هنا خلف سونيا بلدة عيت الشعب هذا البلد منذ أكثر من ساعتين يتم استهدافها إضافة إلى بلدة رامي هنا في القطاع الأوسط بالقصف المدفعي الإسرائيلي شهدنا الآن أيضا استهداف جديد بالقصف المدفعي الإسرائيلي عيت الشعب هي من البلدات الاستراتيجية التي تحولت إلى بلدة أو إلى هدف إسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر بشكل يومي تم استهدافها بالغارات وبالقصف المدفعي والدمار فيها كبير جدا سكانها كذلك الأمر نزحوا منذ أول أسبوع من المواجهة وخرجوا من هذه البلدة وهي اليوم تعتبر من المناطق العسكرية والمناطق الاستراتيجية الأساسية في هذه المواجهة أيضا سونيا أذكر بأن بأهمية هذه المنطقة هي كانت أيضا من المناطق الأساسية على الصعيد العسكري والاستراتيجي عام 2006 خلال عدوان تموز يوليو عام 2006 ويومها حاول الجانب الإسرائيلي أيضا نستمعي لقصف نشاهد في هذه الأثناء شفتا أيضا نسمع تمشيط بالرصاص في هذه الأثناء في أحد المواقع الإسرائيلية المواجه والقريب جدا على بعض أمتار فقط من النقطة التي نقف فيها هنا عند أطراف إرميش هذا إذن الأصوات التي سمعناها قبل قليل في هذه النقطة هنا على بعض أمتار قليلة فقط من مكان تواجدنا كنت أشير إلى أن الجانب الإسرائيلي حاول عام 2006 استهداف أو الدخول إلى عيد الشعب لكنه لم ينجح في ذلك هي تعتبر من الأهداف الأساسية للجانب الإسرائيلي وهذا ما يفسر حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية وحجم الاستهداف الذي ينفذه الجانب الإسرائيلي باتجاه هذه البلدة يوميا يتم استهداف عيد الشعب والعديد من الشهداء سقطوا خلال هذه المواجهة في عيد الشعب تمكننا لمرتين من دخول هذه البلدة خلال تشييع الشهداء وشاهدنا وعايننا حجم الدمار في هذه البلدة إذن يستمر هذا التصعيد كما نشاهد ونتابع سونيا إن كان من خلال استهداف عيد الشعب ولكن أيضا كنا قد ذكرنا في الرسالة السابقة النرميش التي لم تستهدف منذ اليوم الأول للمواجهة في ثامن من أكتوبر يوم أمس تعرضت أطرافها للمرة الأولى لغارة إسرائيلية اليوم أيضا هذا التمشيط بالرصاص وبالرشقات الرشاشة باتجاه نقطة هنا قريبة جدا من الموقع الذي نقف فيه في أرميش يعتبر أيضا من التطورات اللافتة على صعيد المواجهة القائمة وعلى صعيد الوضع الأمني والعسكري والميداني في جنوب لبنان